موسيقى أهلا بكم ما تداعيات مصادرة السلطات الحكومية في العراق ألاف الدنومات الزراعية في مناطق شرقي اللطيفية تحت غطاء الدولة وباسم القانون ما يهدد نحو ألفي عائلة بالتهجير القصري حيث إنها ليست الحملة الوحيدة فقد سبقتها حملات كثيرة للتهجير في مناطق حزام بغداد فضلا عن تدمير الزراعة فيها إذ يرى مراقبون أن هذه المصادرة للأراضي الزراعية في حزام بغداد تأتي في إطار مشروع متكامل لتغيير تركيبة العراق السكانية لخدمة المصالح الإيرانية نضع تحت الضوء مشاهدين الكرام هذه القضية لاستشراف تداعياتها والوقوف على أسبابها ودوافعها وتأثيرها وانعكاساتها على الواقع العراقي نشاهد بداية هذا التقرير لم تتوقف أعمال التغيير السكاني في العراق منذ احتلاله في عام 2003 بتخطيط ورعاية مباشرة من أمريكا وإيران وأذرعها الميليشيوية التي باتت تسيطر على مفاصل الدولة تماما حزام بغداد الذي يعاني بسبب محاولات الحكومات المتعاقبة وميليشياتها لتغييره سكانيا تارة بالتهجير وأخرى بالاعتقالات والقتل أو بطرائق الاتفاف على القانون كان آخر تلك المحاولات قيام قوة عسكرية بإنذار فلاحين يقطنون شرقية لطيفية في جنوب العاصمة بغداد على أرض مساحتها 15 ألف دونم لإخلاء مناطقهم التي تسكنها منذ أكثر من مئتي عام عشائر الغرار والجنابيين والسعيدات لتصبح الآن ملكا لمديرية الإسكان العسكري التابعة لوزارة الدفاع الحالية مرصد أفاد الحقوقي أكد أن مصادرة السلطات الحكومية ألاف الدونمات الزراعية في مناطق شرقي لطيفية تأتي في إطار أعمال تضييق غير قانونية في مناطق حزام بغداد وتدخل ضمن أعمال التغيير السكاني وتمارس تحت غطاء الدولة وباسم القانون مصادرة الأراضي هذه تهدد نحو ألفي أسرة بالتهجير القسري وتمثل حملة جديدة ضمن حملات سبقتها للتغيير السكاني في مناطق حزام بغداد فضا عن تدمير الزراعة فيها وتنذر أيضا بحملات مشابهة لمناطق أخرى في إطار مشروع متكامل لتغيير تركيبة العراق السكانية لخدمة المصالح الإيرانية أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة ضيفي في الستوديو الأستاذ حسين السبعوي الكاتب والباحث السياسي مرحبا بك أستاذ حسين أهلا وسلام بكم حياكم الله وأيضا أستاذ عبدالقادر النايل الكاتب والمحلل السياسي انضم معنا عبر سكايب من عمان أستاذ عبدالقادر مرحبا بك أهلا وسهلا بكم أيضا أرحب بي الأستاذ عثمان المختار الصحفي العراقي عبر الهاتف من الدوحة أستاذ عثمان مرحبا بك حياكم الله خير أهلا بكم ضيوفي الكرام أبدأ معك سيد حسين السبعوي سيد حسين السبعوي يعني قيام قوة عسكرية بإنذار فلاحين في اللطفية جنوب بغداد هذه المناطق نحو 15 ألف دنم زراعي تتم مصادرته وتحويله إلى مناطق سكنية لمنتسبي وزارة الدفاع وتهجير نحو 200 عائلة هم مهددون الآن بالتهجير يعني هذه المصادرة وعمليات التهجير القصري كيف تنظر إليها وما هي الدوافع من وجهة نظرك يعني أنا أعتقد هذا القرار هو يراد له تغيير ديمغرافي بس بطريقة مقننة يعني هذه منطقة حزان بغداد هي مستهدفة من 2003 وإلى الآن بمعنى هي ضمن مشروع التغيير الديمغرافي هي هدف ما بعد الاحتلال أصبحت وتكلم عنها سياسي كثير في العراق أنه منطقة حزان بغداد هذه مستهدفة أما سبب تحويل هذه الأراضي من أراضي زراعية إلى أراضي سكن طبعا بأي دولة من دول العالم لا يمكن أن يكون هذا القرار وبهذه السرعة لأن هناك وزارة الزراعة وهنا وزارة الدفاع تغيير هذه الأراضي الأراضي هذه هي ضمن إصلاح الزراعية التي يعني استثمرها الفلاحين هم ليسوا حدثي عهد في عقودهم الزراعية كما استخدم في بعض مناطق أخرى أنه فسخ العقود الزراعية واستبدالها هذا لا يمكن لكن هو هناك هدف واحد هو تهجير قسري لهؤلاء السكان تغيير ديمغرافي لكن هذه المرة بطريقة مقننة ليس بطريقة أمنية لا دواعش ولا يعني قاعدة ولا هم يحزنوا من هذه باستخدام القانون باستخدام القانون ولكن كيف استخدام القانون بطريقة يعني مجحفة استهداف هؤلاء السكان هل حدث مثل هذا الأمر في مناطق أخرى؟ جواب لا لا يمكن ولا يستطيعون لأن هؤلاء الناس ساكرين في هذه المنطقة منذ مئات السنين ومنطقة زراعية مثبتة إذن لماذا تحديداً لطيفية أو حزام بغداد؟ هناك الكثير من المناطق يعني ضمن حزام بغداد أيضاً شرق بغداد نعم حزام بغداد جنوب بغداد وشمال بغداد وشرق بغداد كلها مستهدفة لكن كل واحدة لها آلية وأسلوب جديد أو تختلف عن الأخرى الطارمية مستهدفة بسبب وجود داعش وكل يوم يظهرون لنا بعملية سواء مفبركة أم حقيقية منطقة شرق بغداد اللي مرتبطة بديال انتهت على بكرة أبيها جنوب بغداد جرفة الصخر انتهت والآن على منطقة اللطيفية والمحمودية هذه المناطق هي حزام بغداد ليست حديثة عهد ولا هم يعني ساكنين حديث في المنطقة ولم يأتوا من المناطق ولادة وأب وجدهم في هذه المناطق وهذه الأراضي الزراعية استملكوها من الدولة بعقود زراعية مثبتة ضمن عملية قانون اصلاح الزراعي العراقي والقانون اصلاح الزراعي العراقي ليس في عهد النظام السابق ما قبل عهد النظام السابق وقبل العهد الجمهوري قانون اصلاح الزراعي فالقصة هي مستهدف هذه المناطق بل لكن مره يستهدفونها من خلال بطريقة مقننة مثل ما ذكر أنه تحويلها إلى أراضي سكنية للضباط ومنطقة بره يتكلمون عنها في وجود مشاكل أمنية ومره يستخدمونها في فسخ العقودة الزراعية فسخ العقودة الزراعية طيب هو هذا إنسان مهجر كيف يزرع على الأرض مال سأعود إليك مرة أولئك أستاذ حسيني أستاذ عبد القادر نايل الكاتب والمحل السياسي عبراء سكايب من عمان أستاذ عبد القادر عمليات التهجير القصري ليست خلال هذه المرحلة ابتدأت منذ احتلال العراق عام 2003 كيف تنظر إلى مصادرة الأراضي الزراعية وتهديد العوائل التي تسكنها وتهديد مئات العوائل وهناك مئات الألاف من الدنومات الزراعية سواء كانت بالحرق أو سواء كانت بتهجير أهلها تحديدا في مناطق حزان بغداد أسعد الله مساءكم ومساء مشاهدكم الكرام وضيوفك الأعزاء من المعلوم تماما أن التهجير القصري والتغيير الديمغرافي هو منهج حكومي في العراق منذ 2003 وبالتالي ينفذ على عدة مراحل هذه المراحل يفيد منها أنها يتم تحقيق الهدف الأساسي من خلال العملية السياسية الحالية وبالتالي ما رأيناه هو عملية تكشير أنياب الحكومة الحالية والسلطات الحكومية بعدما استنفدت جميع الوسائل في عمليات التهجير القصري وعمليات التغيير الديمغرافي التي سبقت هذه المراحل هناك مراحل عدة مرة بها العراق ومرت بها هذه المناطق من خلال إطلاق الميليشيات والقتل والاغتيالات من خلال الاستيلاء على المنازل من خلال الاعتقالات ودفع الفدية والتوقيع على التنازل على منازلهم من أجل إطلاق صراح ذويهم والهجرة خارج العراق وبالتالي تنوعت هذه إلى أن وصلت أن الحلول في عمليات التهجير القصري والتغيير الديمغرافي قد استنفدت لدى الحكومة وبالتالي بدأت تستخدم آلياتها من خلال أنها تذهب بمصادرة الأراضي بحجج واهية لا قيمة لها أمام حتى القانون الذي يتحكمون إليه وبالتالي إذا ما نظرنا أن عملية التغيير الديمغرافي استهدفت المكون السني في العراق بطريقة بشعة وبطريقة فاحشة إجرامية نفذتها الأحزاب السياسية وللأسف الشديد أنه الذين يدعون تمثيل هذه المناطق من الأحزاب المؤثلة أو المحسوبة على المكون السني هم أداة التنفيذ ولذلك حقيقة حتى يتم إقناع الرأي الدولي بأن ما يجري هو ليست عمليات استهدافات طائفية تجري في اللطيفية وغيرها لأنه على سبيل المثال ما يجرى في اللطيفية هو في توقيع وزير دفاع محسوب من أهالي صراح الدين محسوب على المكون السني إذن للرأي الدولي أن من أجرى عملية مصادرة الأراضي وشخصية يمثل سكان تلك المناطق لذلك هم يبحثون باتجاه تنفيذ الإرادة التي أوصلتهم إلى السلطة وهي التغيير الديمغرافي الكامل وحزام بغداد كما واضح ومعلوم أنه كان هدفا لمسرحيات كبيرة جرت عليه وتصريحات واضحة ونوايا معلنة للأحزاب السياسية ومليشياتها أنهم ينبغي أن يتم الاستيلاء على كل هذه المناطق ويهجرون لأن جميع بغداد محاطة بحزامها وبالتالي هم يعلمون تماما أن السكان الأصليين لبغداد الذين هم حقيقة يمتدون لعشرات بالمئات السنين هم راسخون وجذورهم قوية لأنه بدليل أن كل المؤامرات التي جرى تنفيذها عليهم لم يجري عملية انتزاعهم من محيطهم ومن حزامهم ومن سكنهم لذلك أحيلك بتصريحات باقر جبر صولاغ المعروف بباقر دريل أيام وزارة الداخلية بأنه كان يهدف إلى إنهاء حزام بغداد وإلى تهجير أهلها والاستيلاء وكان يصفهم بأنهم ليسوا من سكان بغداد لذلك هو هدف مهم لأطراف العملية السياسية يجري تنفيذه ولذلك حقيقة عملية كشف هذه المؤامرة ربما ستؤخر عملية مصادرة الأراضي والاحتيال لنقلها إلى مناطق أخرى بالتالي ما علاقة عملية استيلاء أراضي زراعية هي السلة الغذائية لبغداد وللسكانها بإيجاد مساكن للعسكريين وهو وزارة الدفاع تتلك معسكرات كبيرة ولماذا تختار بغداد؟ إذن هو عملية نقل سكان من غير بغداد بحجة سكان الضباط وعوائلهم وبالتالي هنا يبدأ حتى تغييرا ليس على مستوى المكون السني في بغداد إنما على مستوى تركيبة أهالي بغداد الحقيقي نعم نعم أبقى معي أستاذ عبدالقادر أستاذ عثمان المختار الصحفي العراقي انضم معنا عبر الهاتف من الدوحة أستاذ عثمان الكثير من الدول في العالم هي تسعى لاستصلاح الأراضي وتسعى لإمتداد الأراضي الزراعية من أجل تأمين يعني الأمن الغذائي للشعوب وبالتالي الاستقرار الاقتصادي والازدهار الاقتصادي فيما بعد ولكن ما يجري في العراق هل من المعقول أن يتم مصادرة الأراضي الزراعية التي هي تعتبر الذهب وتعتبر الثروة الزراعية التي تؤدي إلى تأمين الاقتصاد وتحويلها إلى مناطق سكنية لمنتسبي الجيش في أي دولة من العالم يعني يحدث ذلك فقط في العراق يعني هذه من حياك الله أخي كريم وضيفيك كريمين يعني هذه من المفارقات اليوم أمس كانت أحد التقارير من همانة بغداد تتحدث عن طبعا قسم التخطيط الحضري والإقليمي يؤكد وجود 29 مقاطعة حول بغداد مصنفة كمناطق جرداء يعني تم ترك هذه المناطق وتجاهدها بالكامل والذهاب إلى مناطق منتجة زراعية لديها حصة مائية وتغذي بشكل يومي أسواق الجملة لبغداد بمختلف أنواع المحاصيل والحضر الدواجن والمواشي وغيرها هذه المنطقة تحديدا تتميز بكونها هي ملاسقة لجرف الصخر وكلنا نعرف منطقة جرف الصخر منزوعة في السكان فعلى ما يبدو هناك يعني محاولة تغيير كاملة لهيئة هذه المنطقة خاصة يعني بأنه سبق الموضوع حملات شيطانة لهذه المنطقة واستيراد حوادث قديمة لم يكن لأهالي هذه المنطقة يعني ناقة ولا جمد فيها اليوم حسب آخر التثريبات وحق الاجتماع لوزير الدفاع مع أهالي المنطقة تمر لتقريبا ساعة ونوص تبين بأنه الموضوع يعني فادر من الأمان العام لمجلس الوزراء وهناك اتهامات لشخصية حميد الغزي بأنه هو من اختار المنطقة وكنا نعرف بأنه حميد الغزي هو يسبع تيار سائرون تيار الصادري بشكل كان هناك مقترحات لعدة مناطق ومع ذلك يعني تم اختيار هذه المنطقة ورغم بأنه هذه المنطقة من ناحية اندسية هي منطقة زراعية مكلفة جدا بالبناء كونها منطقة رخوة مصنفة بأنه لا يمكن حتى البناء عليها لأكثر من ثلاث طوابق لكن تم اختيارها مثل ما تفضل الأخي الكريم تيتور عبد القادر بأنه هي من ضمن مخططات التغيير الديمغرافي التي تخضع إلى العاصمة العراقية بغداد منذ سنوات تحت أطياء وتحت ذراع مختلفة ومن ضمنها الذريعة الجديدة للعلم يعني منطقة الرضوانية شهدت إجراء مماثل من قبل سامي الأعرجي اللي هو رئيسي استثمار في سبتمبر عام 2019 تم مصادرة سبع تالاف اشتار زراعي من أهالي منطقة الرضوانية لهم عدة حشائر وساثين ما قبل قيام الدولة العراقية واحتمال حتى ما قبل العثماني تم تحجيرهم فعلا ولحد الآن الأرض جرداء والحجة التي هجر عليها على أساسها اللي هي بناء مجمعات سكنية أيضا لم يبنى شيء فقط جرفة الأراضي وبساثين النخيل والحمضيات وطرد الناس من أراضيهم وأراضي هبائم وإجدادهم المستغرب بأن الأمم المتحدة حبر بعثتها في العراق قبل أيام تحدثت عن الغطاء النباتي وتحدثت عن تصحر المناطق وعارة التصحر بالعراق بل وتدخلت حتى في مسألة سنجار يعني مسألة قرى سنجار وقالت يجب إثراء الغطاء الأخضر فيها لكنها تسكت عن مناطق ملطفة لأجواء العاصمة ورأة لبغداد عن جراء تجريف لأعلاف الهكترات فيها هذه من ضمن النفاق يعني يعتبر من ضمن النفاق السياسي لانخطت بالأمم المتحدة بالفترة الأخيرة كل الدول نعم أستاذ أثمان كل الدول يعني تسعى إلى التشجير إلى الزراعة إلى زيادة مساحة الأرض المزروعة إلى زيادة مساحة الأرض الخضراء من أجل تحسين المناخ من أجل تلبية متطلبات التخضير الإخضرار الاقتصاد الأخضر الكثير من المفاهيم التي يعني تبنتها الأمم المتحدة نلاحظ أن العراق دائما هو مخالف لكل هذه الأمور ولا يتم يعني إصدار أي بيان من قبل الأمم المتحدة أو أي تقرير أو أي متابعة في حين نرى أن هذه المساحات المزروعة تتحول إلى مناطق سكنية لصالح الأحزاب في مرحلة ما ما هو موقف سنة السلطة من مصادرة أراضي يسكنها السنة في العراق في حزام بغداد وضرب اقتصاد العراق على هذا النحو يعني موقف سنة السلطة في العراق سابقا كان لا حول لهم ولا قوة في بداية العملية السياسية أما الآن هم مشاركين فيما يجري مقابل مصالح شخصية يعني حينما يكون وزير الدفاع من المكون السني ويكون نائب من المكون السني هو جزء من عملية التغيير الديمغرافي في منطقة اللطيفية فأصبحوا هم لا يختلفون عن الآخرين في عملية التغيير الديمغرافي لكن سنة السلطة مصالحهم شخصية الآخرين لا مصالح المذهب والمكون ومصالح طائفية ومصالح إيران يقومون بها على أفضل وجه ينفذونها على الساحة العراقية هل يمكن تسميتها مصالح مذهبية وإنما هي مصالح حزبية؟ مصالح مذهبية وحزبية يعني هم يستخدم المذهب للمصلحة هذا هو نعم لا لا هو يستخدم المذهب للمصلحة الحزبية والمصالح الشخصية أنا أعتقد أنه سنة العراق عموما أو الشعب العراقي بالعموم استهدف بعد 2003 بطريقة بشعة والأمم المتحدة هي جزء من المشكلة وليس جزء من الحل لحد هذه اللحظة ممثلة الأمم المتحدة لم يصدر منها أي بيان ينصف الشعب العراقي وخاصة المكون السني على ما جرى عليه من تهجير واعتقال وإخفاء قسري وتغيير ديمغرافي كل هذا هي غائبة في بيانات الموثلة الممتحدة جينين بلاس خارت هناك قصة قضية مهمة جدا يعني لدى الأمم المتحدة والحكومات العراقية أن تركز على المهجرين في القضية الإنسانية نعم القضية الإنسانية مهمة ولكن أنا أستطيع أن أقوم بها وأبسط ما أستطيع أن يقوم بها لكن تغيب القضية القانونية في قضية التهجير وتغيير الديمغرافي بمعنى أنه الذي يقوم بالتهجير والتغيير الديمغرافي والأخفاء القسري لن نجد ممارسة قانونية ضد هؤلاء بمعنى لا يوجد محاسبة لهم مشغولين فقط في القضية الإنسانية كيف نقدم الخدمات لهؤلاء المهجرين طيب ولماذا لا نحاسب من هجرهم؟ هذا السؤال لا تحول به الأستاذ عبدالقادر النايل إذا سمحتني أستاذ أحسين أستاذ عبدالقادر النايل لماذا نظام المساءلة والمحاسبة غائب في العراق لمن يهجر الناس؟ قبل أن أجيبك على هذا السؤال أشار ضيفه قاضل عثمان المختار إلى قضية تجريف الرضوانية بحجة بناء وبالتالي لم يتم بناء شيء وهو ما سيكرر في اللطيفية طبعا إذا ما أجل الموضوع لكنه هدف استراتيجي لأن هذه القضية مهمة تماما لماذا اللطيفية؟ اللطيفية لأنهم يريدون أن تكون هناك محافظة خاصة للحرس الثوري الإيراني تمتد من جرف الصخر إلى اللطيفية إلى الطارمية إلى سامراء هذه حقيقة تسمى بالمحافظة المقدسة إدارتها بالكامل ستكون للإيرانيين والإدارة الفعلية ستكون لحزب الله اللبناني ومعهم طبعا أطياف أخرى لأنه إذا ما أخذنا تجربة جرف الصخر لوجدنا أن فيها معسكرات خاصة للحوثيين معسكرات خاصة للفاطميون معسكرات خاصة للحرس الثوري الإيراني وبالتالي هناك عملية الميليشيات المحسوبة على العراق لذلك هي هناك إدارة واضحة وإلى الآن تدار من قبل مجندين أو من قبل قيادات الحزب الله اللبناني داخل جرف الصخر بالتالي يتم عملية توسعة هذه المحافظة بهذا الإطار وإلا أنه حتى عملية إيهام بناء للضباط لن يحدث كما يحدث في الرضوانية أما أنه تغيب عملية المحاسبة أنا قصدت طبعا أستاذ عبد القادر أنه الموضوع المحاسبة يعني أمميا هنا يعني بعد أن تتم الكارثة ويتم النزوح يتم الحديث عن مساعدات اللاجئين مساعدات للنازحين ولكن لماذا يغيب نظام المسائلة والمحاسبة لماذا لا يفعل أمميا لماذا لا يفعل قانونيا أولا لأنه السلطات الحكومية وجميع مفاصل السلطات الأخرى القضائية والادعاء العام معطل باتجاه إقرار القوانين وإلا فإنه من حق ذوي المتضررين أو العوائل المتضررة من هذا التجريف أن يتم رفع قضايا على الدولة أو السلطات الحكومية الحالية في القضاء لكن هل القضاء سيفتح أبوابه لهؤلاء؟ بالتأكيد كلا لأنه لم يفتح أبوابه لأن تدلي بشهاداتهم عوائل المختطفين في السقراوية وهي جريمة دولية جريمة الإبادة الجماعية وهي من ضمن إبادة الجماعية فكيف سيفتح لهؤلاء أبوابه من أجل أن يتم شكوى أو تقديم دعاوى لإيقاف هكذا عملية تصادر أراضيهم الزراعية بطريقة لا قانونية حتى هذه القوانين غير مسموعة أمميا الأمم المتحدة إلى الآن هي شريك أساسي في عمليات التغيير الديمغرافي ماذا فعلت الأمم المتحدة حيال النساء المعتقلات في السجون؟ ماذا فعلت؟ وهي تغرد قبل عدة أسابيع على واقع المرأة العراقية وأن الأمم المتحدة مستعدة لمساعدتها ماذا فعلت الأمم المتحدة في إرغام الناس بالنزوح وعدم مساعدتهم وعدم توفير العلم والتعليم لهم وقد وصلتها تقارير واضحة من سواء من العوائل النازحة أو من أطراف عراقية لبعثاتها الخارجية كمقر أمم المتحدة ولبعثتها موجودة في العراق لأن حقيقة ما يجري هو نظام العملية السياسية مركب على إفراغ السنة من العراق لذلك حقيقة هؤلاء يمارسون جريمتهم لأن هناك غطاء أمريكي يمنع الكل من التحدث أو التكلم لأن عملية التغيير هو أساس العملية السياسية منذ اللحظة الأولى بل قبل أن توجد يعني نتكلم بـ 2002 وهنا أحيل الذاكرة إلى الجميع عندما خرج الحزب الإسلامي غاضبا من محادثات 2002 في لندن ما يسمى بالمعارضة واجتماعهم في بريطانيا قال لم يبقوا لنا شيئا بالتالي كانت أصل مجلس الحكم عندما أقره بولي بريمر وهي سلطة احتلال كان هو تهميش واضح إذن كان هناك مشروعا دوليا يراد منه حقيقة إفراغ المكون السني وهذا ما يحدث في سوريا القضية ليست في معزل القضية تتعلق بأمن إسرائيل وبالكيان الصهيوني وبالتالي هناك مقاول فرعي لتنفيذ هذه القضية وهو إيران وأدواتها وبالتالي يتم عملية التقاء المنطقة ويعاد تنظيم حكم المنطقة بين الطرفين وتغييب العرب وسكانه الأصليين بالتالي ما يحدث الآن هو تواطئ دولي وتنفيذ حكومي بأطر بعيدة عن القانون لكنها حقيقة شرعا قانونيا بضمن مؤسسات سياسية وضمن استهداف طائفي واضح نعم أستاذ عثمان المختار استمعت إلى ما تحدث به أستاذ عبدالقادر النايل إلى أي مدى تتفق أن ما يجري في العراق هو تواطئ دولي وتنفيذ حكومي وأيضا يعني من أجل تأمين مشروع دولي هذا المشروع يضمن أمن الكيان الصهيوني يعني أن الأمر هو ليس فقط متعلق في العراق فحسب إنما هو مشروع وإننا كنا نسمع عن مصطلحات منذ احتلال العراق عام 2003 أستاذ عثمان عن خارطة الطريق وكذلك الشرق الأوسط الجديد إلى أي مدى ترى أن ما يجري في العراق من مشروع تغيير التركيبة السكانية له علاقة وهو في صلب هذا المشروع أستاذ عثمان لا أخي الكريم يعني أكيد العراق ليس بمعدل عما يجري بالمنطقة بشكل عام الخاصة بأنه مسألة التغيير الديمغرافي بالعراق يعني لم تعد محصورة على منطقة معينة بدأت يعني بعد عام 2003 في محافظة ديالة وانتقلت بعدها إلى بغداد ثم صلاح الدين واليوم نتحدث لأسف عن محافظات أخرى مثل مينوة وحتى على مستوى محافظة الأنبار يعني فيها مناطق حاليا منزوعة السكان مثل العويسات ومثل مجمع المخيب والفوسفات وغيرها هذه يعني مسألة الإحلال والتوطين القصري تجري ضمن مخطط مشروع متكامل هناك تواطع أممي وهناك صمت كامل من قبل الطبق السياسي وللأسف حتى على مستوى الشريحة الحقوقية أو ما يقدمون أنفسهم على أنهم حقوقيون أو ناشطون في العراق هناك تباين في مدى تغطيتهم لهذا الموضوع بالنسبة للأحزاب أو القوى التي تقدم نفسها لأنها ممثلة للحرب السنة في العراق فهم يعني يكاد يكون العام 2020 قد حولهم إلى أقرب ما يكون له تجار وليسوا سياسيين أساسا أزمة اللطيفية بعد التنقيب والبحث تبين أن شركة تولت على مناطق ضمن محرمات معذكر طارق شرق الفلوجة هذه الشركة تعود لديها ارتباط سياسي سني نافذ تم تسوية الموضوع في سبيل عدم إنهاء عمل الشركة وإيقاف عملها بتعويض أرض معذكر طارق بمنطقة أخرى اللي هي طبعا بطبيعة الحال هي شرق اللطيفية لذلك يعني ما مطلوب حاليا فيما يخص الورقة العراقية تحديدا يعني نحن نرى بأن هناك تركيز على الملف السوري بالفترة الأخيرة في هذه المسألة تحديدا في مناطق شمال شرق دمشق واللي هي ديار الزور والبوكمال والحسكة هناك فعلا حراك وتحذيرات وحتى على مستوى المنظمات الحقوقية تحدثون عن التغيير الديمغرافي لكن للأسف بالعراق هناك ضعف كبير جدا في تسليط الضو عن جرائم كثيرة تحدث في مناطق يتم قزمها وتحقها ببطء نتحدث يعني لا نتحدث عن جرفة الضخر أو يسرب أو السعدية لا نتحدث عن تقريبا أكثر من مئتين وسبعين قرية في نينوة وعشرات القرى في ديالة في صلاح الدين إضافة إلى قصبات وبلدات حديدة منذ خمس سنوات أهلها غير موجودين اليوم يكشف النقاب عن مناطق في ذراع دجلة والسرسار هذه مناطق محصورة ما بين الفلوجة والسامراء تم نزع أهلها منها فعليا وهناك استيطان لعناصر الميليشيات فيها هم وعوائلها كنا نعرف بأنه هدف الميليشيات هو عزل ثامراء عن محافظة صلاح الدين والتحداث محافظة سما محافظة ثامراء للسيطرة عليها مع قضم مناطق من الطارمية والتاجي وغيرها إذن إحنا أمام مشروع ومشروع مكتوب ومدروس ويتم تنفيذه وسط صمت وصمت محلي يعني لا نتحدث فقط على الأمم المتحدة ولكن أستاذ عبدالقادر نايل قال بأن الأمم المتحدة شريك أساسي بهذا المشروع أكيد لما يكون الشخص مكلف بأمر ما ويتخذ دور المتفرج سيكون شريك وليس شريك فقط تقضي تماما مثل ما فعل الناتو بقراره الأخير بزيادة بعثة في العراق وشبولة فصائل ووحدات عذكرية هي أصلا متورطة بجراءة حرب مثل الشرطة الاتحادية أعطاها شرعية نعم ابقى معي لو سمحت سأول وليك مرة أخرى اسمح لي في هذه النقطة لنتقل أستاذ حسين السبعوي طبعا هذا يدفعنا لجذور عملية التغيير الديمغرافي منذ احتلال العراق ما قبل احتلال العراق الحديث عن أن العراق عبارة عن أعراق وملل وطوائف والحديث عن أن العراق هو عبارة عن ثلاث دول الحديث عن ما بعد حرب الكويت وتحديد خطوط أرض من وإلى نعم الكثير من الأمور يعني بث ما البث الإعلامي الذي يزور للعالم حقيقة أن العراقيين لا يمكنهم العيش في مكان واحد كلها أمور متعلقة ربما بعلم النفس متعلقة بالإعلام متعلقة بالوجود العسكري وكذلك التشكيل الميليشيات بعد الاحتلال الأمريكي وهذا المشروع الذي هو سائر على قدم وساق أيضا نرجع إلى امتداد أو إلى جذور قديمة الحديث عن شرق أوسط جديد وخارطة الطريق ومثل ما تحدث الأستاذ عثمان وكذلك الأستاذ عبدالقادر النايل يعني ما هي جذور التغيير الديمغرافي في العراق وما هي أهدافه يعني أولا أنا تكلمت أنه العراقيين لا يمكن بسبب تنوؤهم لا يمكن العيش هذا في الإعلام أنا أقول الأكس العراقيين بسبب تنوؤهم لا يمكن العيش منفصلين عن بعضهم والبعض بدأت عملية التغيير الديمغرافي تحديدا من بداية 2003 ما قبلها لا يوجد تغيير الديمغرافي في العراق في الأهد الحكومات الوطنية الملكية والجمهورية لا يوجد هناك عمليات بسيطة جدا لا يستحق ذكرها يصل على ما جرى بعد 2003 بعد 2003 الأمر مختلف وبدأ على شكل مراحل 2003 استهدفت قلب بغداد بدأت العملية في تغيير الديمغرافي في قلب بغداد باسم أتباع النظام السابق وموظفين ووزراء وإلى آخره هو هجر أغلب هؤلاء الموظفين 2004 بدأت في محافظة البصرة استهدفت السكان في منطقة الزبير وابو الخصيب وفي داخل البصرة حي الكواز وحي الجزائر وهذه المناطق طبعا المستهدف هم العرب السنة يعني نسمي الأشياء بمسامياته استهداف التغيير ضمن لهؤلاء 2006 بدأت أكبر عملية تغيير ديمغرافي بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين الإمام عالهادي والحسن العسكري في سام الراء ومعلوم كيف تم التفجير وكانت هناك حضرت جوال والتفجير تم بكمية كبيرة بطنك كامل من المتفجرات بعد العلم منطقة حضرت جوال وشهادة السكان بأنه كانت هناك حركة مريبة من قبل المغاورة الداخلية في عملية التفجير وفي 2006 كانت الاحتلال متواجد ولم ينسحب بعد التفجير بدأت عملية تهجير ديمغرافي كبيرة جدا استهدفت منطقة السامرة تحديدا وأطراف بغداد وبدأت حرب بحجة اسمها حرب طائفية استهدفت من ضمنها أيضا مدينة ديالة وهذه منطقة معلومة يعني كيف دور جيش المهدي ومنطقة السدة وكيف كان يلقي الجثث فيها وهذه لا تخفى على أحد ارتكبت جرائم يعني حقيقة جرائم بشعة ضد الإنسانية 2009 بعد الانسحاب الأميركي بدأت عملية تغيير ديمغرافي كبيرة جدا في مدينة ديالة يعني البعض يرى أن ديالة بدأت متعلقة لا لا ديالة بالانتخابات الأولى كان حصة المكون الشيعي مقعدين فقط ما بعدها بعد عملية تغيير ديمغرافي أصبحوا أغلبية 70% من سكان ديالة هم من حرب السنة الآن أصبحوا أقلية بعد 2009 بدأت عملية كبيرة في تغيير ديمغرافي لديالة وثم استمرت ولحد الآن لحد هذه اللحظة مستمرت استهدفت منطقة كارة الخالص منطقة مختلطة هجرة السنة كامل منطقة العظيم هجرت بالكامل منطقة المنصورية قرى خانقين سعدية داخل مدينة ديالة حي المعلمين التحرير كل هذه المناطق هجرت بالكامل وتصريحات كثيرة لمسؤولين سواء على مستوى محافظين ورؤساء مجالس المحافظة عن التغيير الديمغرافي الذي جرى في ديالة بحيث وصلت في أحد المرات أنه مدلس محافظة ديالة يجتمع في منطقة كلر خارج ديالة خوفاً من الميليشيات وكانت أقلية لأنها أصبحت أغلبية بعد 2014 بدأت عملية تغيير ديمغرافي كبيرة جداً استهدفت مدينة الموصل وصلاح الدين والرمادي وأيضاً حزام بغداد حزام بغداد لم تترك أبداً مدينة صلاح الدين عرفنا المقابرة الجماعية في منطقة بلد والرفحانية وهذه المناطق التي اكتشفت اكتشفت تقريباً أكثر من 700 مقبرة جماعية في العراق كل هذه ولم تسجل أي دعوة ضد طيب أستاذ السيد نعم في مدينة الموصل بس خلق أكمل في مدينة نينوة بدأت تهجير الديمغرافي من 2003 وإلى الآن تحت مادة يعني اسمها مادة 140 هذه طريقة مقننة دستورياً أنه لا بد أن تتغير منطقة السهل نينوة مستهدفة من مدينة الموصل يراد قطع هذه المنطقة وتشكيل بها محافظة جديدة تشمل الأقليات من الشبك والمسيحين والسنجار والآخرين مدينة الأحفر أيضاً يراد لها كانت نسبة المكون الشيعي 30% الآن أصبحوا أغلبية يراد تشكيل مدينة تركمانيا بأغلبية الشيعية في منطقتها بمعنى مدينة نينوة يراد أن تكون ثلاث محافظات كلها تصلخ من مدينة نينوة وهي ثاني أكبر مدينة بعد بغداد تعتبر أكبر مدينة في العراق ستتحول إلى ثالث أو رابع مدينة طيب نتقل أستاذ عبدالقادر الناير أستاذ عبدالقادر العراق أحتل عام 2003 وهناك ميليشيات تشكلت بعد 2003 وهناك مشروع نفذ مثل ما تفضلتم مشروع التغيير الديمغرافي في العراق على يد الميليشيات وهناك مصالح إيرانية أيضا بحسب ما يرى الكثير من المراقبين في العراق يعني بالتشارك والتناغم مع الإرادة الأمريكية ولكن هنا السؤال سيد عبدالقادر ما هي المكاسب الأمريكية من عملية تغيير ديمغرافي في العراق تماما إذا ما نظرنا أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ أجندات للشرق الأوسط للسيطرة عليه وبالتالي تدمير العراق مهم لها في عملية السيطرة على كل المنطقة لأنه إذا ما قسنا أنه جميع الاحتلالات التي مضت للشرق الأوسط تبدأ من بغداد وبالتالي كل وجهة المحتلين يسهدفون بغداد ثم ينتشرون للإستهداف لأن بغداد تمثل حقيقة مركزا جغرافيا مهما وأيضا مستوى سياسي كبير لأن الشعب العراقي شعب جذوره عميقة في بلده منذ آلاف السنين لذلك أمريكا من هدفها الأساسي هو تدمير العراق وهذا التدمير طبعا يخضع لمصلحة الكيار الصهيوني إذا ما أخذنا من نظر الاعتبار هذه القضية وبالتالي هناك نبوآت واضحة في تمديد في عملية تمدد الكيار الصهيوني بدولته الحالية إلى العراق وهو يرفع شعار من النيل إلى الفراد دولة إسرائيل الكبرى لا يمكن أن يكون لهذه الدولة تحقيقات أساسية على أرض الواقع دون اقتلاع سكان هذه المناطق الذين هم ربما مرشحين أن تكون التوسع عليهم وسكان هذه المناطق معلومين من المكون السني لذلك مصلحة أمريكا تقتضي هو اقتلاع جذور السكان الأصلين هذه من الناحية الستراتيجية لتدمير العراق الذي جاءت به الولايات المتحدة وبالتالي معلوم هو مشروع تدميري يعني يوم نتكلم عن أي شيء موجود في العراق الولايات المتحدة لديها قدرة كبيرة على جميع المستويات التعليمية والصحية ما الذي سلسقته للعراق وما الذي فائدت فيه العراق كلها مؤسسات تدميرية لذلك مشروع تدمير العراق هدف أساسي لولايات المتحدة أما على مستوى أنه كيفية تحقق مشروع الشرق الأوسط الجديد ينبغي إذن تقسيم العراق وهو مشروع مرفوع على هذه اللحظة وقد أقروه فيما يسمى بالفيدراليات داخل الدستور ووضعوا مناطق ملغمة فيه من خلال مادة 140 الذي أشار بها ضيفك الكريم الأستاذ حسين على أن مناطق متنازح عليها وهذه المناطق المتنازح عليها تفضي إلى حروب أهلية داخلية ومنذ اللحظة الأولى للتدمير الداخلي هم عزفوا على الوتر الطائفي ودفعوا باتجاه التقطيع على الميليشيات ودعمها من تجاه الضغط للحروب الأهلية هم فشلوا لكن تحققت نسب معينة لهم بهذا الإطار فلذلك صمام الأمان في عملية إعادة نهوض العراق وإدامة وحدته هو المكون السني لأنه يتمسك بالعشائرية والعروبة مع المكون الشيعي ويتمسك بالسنية والمذهب مع المكون الكردي وبالتالي قادر إذا ما عيد للواجهة أن يتم إعادة تفاهم العراق بطريقة كبيرة يمكن أن يؤسس لمرحلة النهو وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية العراق لأنه تريد بلدا مفككا بعيدا متناحرا داخليا وهذا التناحي يفضي إلى مشروع أكبر حتى من لبنانة العراق نعم أستاذ أبا قادر أستاذ حسين بالتأكيد مصادرة الأراضي الزراعية وكذلك عمليات التغيير الديمغرافي لها انعكاساتها ولها آثارها على المشهد العراقي على الواقع العراقي على الاقتصاد العراقي على دخل المواطن العراقي على الضغوطات التي يتعرض لها العراقيون هنا يعني في هذا الموضوع تحديدا كيف تنظر إلى يعني ما يعانيه العراقيون مستقبلا لو تم تقليص سلة الغذاء للعراقيين وزيادة مساحات البناء وصارت هذه المساحات أو المناطق السكنية أكثر بكثير من هذه السلة الغذائية ليتم الاعتماد بعدها فقط على موضوع الاستيراد يعني العراق وليس فيه أزمة أراضي سكنية حتى نذهب إلى الأراضي الزراعية وندمرها العراق نعم بلد زراعي ولكن الكثافة السكانية فيه ليست بمستوى عالي لأنه حتى البناء العراقي ليس بناء عمودي بسبب مساحة الأرض اللي موجودة قياسا إلى تعداد السكان اللي موجودة البناء العراقي بناء أفقي فاليوم أنت تأتي على الأراضي الزراعية لتجرفها لتحولها أراضي سكنية هذه خطأ ستراتيجي اليوم المساحات الأراضي السكانية هي لحد ذاتها غير مستخدمة لماذا لا نسمع مثلا لماذا لا نسمع أوكي يعني لا مشكلة في حال لو تحولت هذه الأراضي الزراعية إلى شيء له مردود اقتصادي مثلا معامل مصانع شركات تعمل شركات تنتج ولكن الموضوع هو توزيع أراضي إلى منتسبين يعني ما هو الناتج يعني ما هي الفائدة التي ستعود على الشعب العراقي هذه قضية مقننة هي ليست قضية المنتسبين ولا يراد خيرا للمنتسبين يراد من المشروع الديمغرافي ولكن كما بذكرتك في البداية هو التقنين المشروع الديمغرافي بحجة تفزيع أراضي سكنية العرق ليس لديه أزمة في الأراضي السكنية يستطيع أن يبدأ كما بقية الدول في البناء العمودي ويحل أكبر أزمة السكن إن كان لديه موجود الأراضي الزراعية تجريفة وتدميرها هؤلاء لا يحملون مشروعا وطنيا حتى يتمون بالزراعة والصناعة هؤلاء أدوات لمشروع إيراني يستهدف الشعب العراقي ينفذون جرائم ضد الإنسانية خدمة للمشروع الإيراني برعاية أمريكية اليوم علينا أن ندرك أنه إيران كانت تحلم بدخول العراق بس مجرد تضع قدم على أطراف حدود العراق اليوم لماذا تستهدف مناطق حزام بغداد وديالة وسامرة المسافة من ديالة إلى بغداد لا تساوي ساعة من الزمن في السيارة فإيران تحلم بتجريف هذه المنطقة ووصول الإمدادات التي تقوم بها إيران ونقلها إلى حلفاء في المناطق الأخرى عن طريق سامرة ثم عن الطريق الحضر ووصولا إلى سوريا ولبنان هذه مساحة تحلم بها إيران كل هذه المنطقة جرفت واختصرت الطريق بأقرى مسافة طريق بري ووصولها إلى بغداد في جميع المناطق حدودية مع العراق هي تحتاج إلى مئة كيلومترات يعني تقريبا سواء من الكو تحتاج إلى إلى مئة كيلومتر من منطقة العمارة وميسان تحتاج خمسمائة كيلومتر من منطقة البصرة تحتاج ستمائة خمسين سبعمائة كيلومتر بينما من ديالة إلى بغداد لا تساوي مئة كيلومتر ستين كيلومتر يا سيدي هذه هذه تحلم بإيران فبالتالي لابد أن يقننونها أنه توزيع أراضي سكنية فسخ عقود وجود قضايا أمنية حل مشاكل مختلطة بين السكان كل هذا ما هو إلا لتحقيق هذا المشروع الذي تريده إيران برعاية أمريكية بأدوات حراقية تنفذ على حساب الشحب العراقي هناك عمليات قتل حصلت في صلاح الدين لعوائل هل تتوقع أن تكون هناك عمليات مشابهة أيضا في المستقبل؟ نعم هذا القضية مستمرة يعني هو ليس قتل لأفراد يا سيدي قتل لعائلة نعم قتل لعائلة ومقابر جماعية وتباد مناطق على بكرة أبيها كما حصل في مناطق بلد والرفحانية هذه العائلة التي قتلت في فترة حضر تجوال كانت كيف تقتل وبملابس عسكرية وبسيارات تستخدم عسكرية وسواء كانت دعش أو الميليشيات كلاهما مسؤولية الحكومة في مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية كل هذا إحنا اليوم منذ ما قلت لك من البداية لا نركز على الجاني يجب التركيز على الجاني سواء محليا إقليميا دوليا حتى ننوي هذه المشكلة على أهل السنة في العراق وعلى المتضررين من قضية التغيير الديمغرافي تدويل القضية العراقية لعلها تعالج أفضل من المعالجة المحلية لأن الحكومة المحلية هي مشاركة في هذه العملة التغيير الديمغرافي إن لم تكن مباشرة فهي قطاء لهذه الميليشيات نعم يستاذ عبدالقادر في دقيقة واحدة لو سمحت إلى أي مدى ترى أن الموضوع في العراق يمكن تدويله من عجل إيقاف المشروع الديمغرافي أم أن هذا الأمر يعتبر خطا أحمر أمريكيا إلى هذه اللحظة هو خط أحمر أمريكي لكن هناك حقيقة متقلبات على الساهة على مستوى المنطقة سيعود نفعها على العراق وبالتالي المستهدفين للعراق سينهارون نحتاج إلى صبر وإلى مطاولة حقيقية لأن القادم سيكون لمصلحة الشعب العراقي وهنا أود أن أذكر على أن قضية اللطيفية أيضا تتعلق بجانب اقتصادي ربما أشرتم إليها بكلامكم أن الواقع الاقتصادي مهم تماما لبغداد إذا ما أعيدت اللطيفية إلى زراعة الأراضي فأنه لا يمكن للعراق أن يستورد خلال شهر آذار الماضي نصف مليار دولار مواد غذائية ومحاصيل زراعية فلو كانت هناك حقيقة زراعة موجودة حقيقة في اللطيفية كفية بغداد وربما المبلغ أصبح أقل بكثير وإيران لا تطمح إلى تقليل المبلغ إنما إلى زيادته وبالتالي هم يدفعون باتجاه الاستلاء على الأراضي الزراعية من أجل أن يتم الاستيراد من المحاصل الزراعية من إيران وبالتالي تكون إيران هي سلة الغذاء للعراق وليس العقس أن اللطيفية تكون هي سلة بغداد للأمن الغذائي شكرا جزيلا لك أستاذ عبدالقادر النيل الكاتب والمحلي للسياسي كنت معي عبر سكايف من عمان والشكر أيضا موصول لأستاذ عثمان المختار الصحفي العراقي كان معنا عبر الهاتف من الدوحة ونشكرك شكرا جزيلا أستاذ عثمان سبعاوي الكاتب والمحلي للسياسي العراقي ضيفي في الأستوديو في الختام مشاهدين كرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة